أرون بوشنيل بعزيز أمريكا كما وصفه مغردون وناشطون خلال الأيام الماضية هذا الرجل الذي كان يعمل في القوات الجوية الأمريكية ضحى بحياته احتجاجا على ما يحدث من إبادة جماعية في غزة وسط إشادات عربية وغربية ولكن أعداء الحقيقة روجوا لدعاءات كذبة لتشويه صورة هذا البطل للأسف فهذه الحسابات الغربية عمدت لترويج إشاعة عبر منصة X حول أرون مفادها أن الطيار الأمريكي بوشنيل كتب منشورا قبل حادثة إضرام النار في جسده عبر منصة ريدت قال فيه الآتي فلسطين ستكون حرة حينما يموت جميع اليهود وما إن نشر ذلك الإدعاء حتى بدأت العديد من الحسابات الغربية كما ترون هنا إذن على منصة X بدأت للترويج للمنشور ونشره بشكل مكثف دون حتى التحقق من صحته فهل كتب أرون بوشنيل بالفعل هذا المنشور الذي قال فيه أن فلسطين ستكون حرة حينما يموت كل اليهود الحقيقة لا فهذا الإدعاء مضلل والتفاصيل نكشفها لكم هنا إذن مشاهدين الأحبة بالبحث في أرشيف أرون بوشنيل عبر منصة ريدت لم يتم التوصل إلى المنشور المشار إليه كما أنه لم يتم التوصل لأي منشور آخر يحمل اضطهادا واضحا ضد اليهود بدوره فند مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال التركية هذا الإدعاء ونشر بيانا عبر حسابه الرسمي على منصة X أكد فيه أنه بالبحث والتدقيق تبين أن هذا الإدعاء كاذب وأن الحسابات التي روجت له هي حسابات تدعم الإبادة الجماعية في فلسطين المثير أن هذا الإدعاء جاء بالتزامني مع معلومات كشفتها صحيفة نيويورك بوست نقلا عن الصديق المقرب لبوشنيل الذي ذكر أن بوشنيل أخبره أنه اطلع على معلومات سرية تفيد بوجود قوات أمريكية على الأرض تقتل أعدادا كبيرة من الفلسطينيين ورغم سياسات التضليل الغربية التي تمارس ضد بوشنيل إلا أن حادثته أشعلت ضمائر العالم تجاه الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة وهذا هو ما عبرت عنه صديقته وهي تبكي خلال هذا المقطع من الفيديو إلا أن أشاهد ومنالي التالية ولا أعطة قناة ثم أريد أن أقوم بحقًا بحقًا مني أقوم بحقًا بحقًا مني وأنا أخطأ أن أخبر هذا للإنترنت لا أريد أن أخبره وأن الكثير من الناس على الإنترنت لا يمكن أن تفهم لماذا أيرن الذي قامت بحقًا بحقًا لماذا يفعل ذلك؟ بوشنل الذي ضحّى بحياته أضاء بلهب جسده المحترق عالماً غارقًا في الضلام والطول